بالتكبيرات والهتاف للمقاومة زف مخيم جنين شهيده رعد الخازم منفذ عملية تل أبيب أبناء المخيم توافدوا إلى بيت عائلته مهنئين فيما زفه والده شهيدا مؤكدا أن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن عمليات المقاومة كونه ما زال يحتل فلسطين بالنسبة لي عمله مفاجئة لكنها ليست غريبة على شعبنا لأنه لن نفذها شرعة ممكن نفذها أي واحد بسببها الظروف التي نعيش فيها لأنها ظروف صعبة ومأساوية جدا قوات الاحتلال طالبت والد الشهيد وأشقائه بتسليم أنفسهم وهددت الاقتحام المخيم لاعتقالهم فيما أعلن وزير جيش الاحتلال بني جانس عن إطلاق يد جنوده لاعتقال المقاومين الفلسطينيين وأغلق حاجز الجلمة بين جنين والداخل المحتل كجزء من العقوبات الجماعية على جنين مثل هؤلاء الأبطال لن تستطيع إسرائيل بكل جبروتها وطائراتها ودبباتها وكل الأسلحة المستخدمة أن توقف هذه الإرادة أولا وهذا الإيمان وهذا الوعي عن شبابنا في مثل هذه العمليات المسؤول الأول والأخير عن هذه العمليات وسلسلة هذه العمليات هو الاحتلال هي إجراءات الاحتلال هو إجراء من الاحتلال وقمع لشعبنا الفلسطيني فبالتالي لكل فعل رد تفعل مساوية له قد لا تكون مساوية له بالمقدار ولكن على الأكيد هي معاكسة له بالاتجاه ومعاكسة المدن والقرى الفلسطينية حالة استنفار بعدما أعلن الاحتلال عن نشر مزيدا من قواته في الشوارع والمتفرعات الرئيسة وتعزيزها بأفراد الوحدات الخاصة عقوبات جماعية تسعى إسرائيل لفرضها على الفلسطينيين الذين اعتدوها كإغلاق الحواجز العسكرية أو اعتقال أقارب الشهيد أو حتى هدم منزل عائلته نسر سلمي من أمام حاجز الجلمة على المدخل الشمالي لمدينة جنين الميدين